مرحبا وأهلا فيكن بحلقة جديدة منحكي تربية عم نلتقى نحن وياكن أسبوعيا لحتى نحكي تربية لنسلط الضوء على التغيير يلي عم بيصير وبدو يصير بالمناهج التربوية يلي عم بيقوم فيه المركز التربوي للبحوث والإنماء وكذلك وزارة التربية اليوم مين أجدى من الطالب من التلميذ من الأهل ومن الإدارات بالمدارس والجامعات أنه يواكبوا هيدا التطور ويخبرونا عن حاجاتهم وعن الأمور يلي بيريدوا أنها تتحسن مشان هيك بحلقة اليوم بيسعدني استضيف الأب شرب البتور أليا سوعي رئيس مدرسة سيدة الجمهور لحتى نحكي شوي عن الحاجات لتطوير المناهج يلي من وجهة نظر رئيس مؤسسة تربوية يلي بتريدها المدارس وبتسعى لها أبونا مرحبا وأهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك وميرسي للاستضافة يعني اليوم وقتا نقول مدرسة الجمهور بالغنية عن التعريف منعرف وين طلابها بالعالم مراتبهم بالطب الهندسة باختصاصات عديدة برعوا فيها ورفعوا اسم مدرستهم وبالتالي النظام التعليمي اللبناني بس هيدا ما إجا من ماشي هيدا إجا من من السنين من العطاءات المشتركة بين الإدارة بين الطلاب بين الأهل وتحديدا الأسادزي يلي عندكن اليوم التحديات كبيرة وبلشنا المدرسة من شهر يمكن أنتوا كنتوا من أول المدارس يلي انطلقت مع الليسي وغيرها اليوم في تحديات أكبر بكتير من السنوات يلي كانت خلينا نبلش ضغري شو التحديات يلي واجهتكن لهيدا العام الدراسي أكيد مثل ما حضرتك تعرفي أنه في تحديات كتيرة بس مش بس بالمدارس بكل شيء اسمه مؤسسات وتحديدا مؤسسات تربوية بلبنان هلأ في تحديات بدي أقول صغيرة مثل شو عرفنا كيف ننفح المزود كيف ننأمن النقليات هالأمور الصغيرة وفي تحديات بنيوية إذا ممكن يعني بلش بالتحديات البنيوية شو بقصد بالتحديات البنيوية اليوم في عنا أزمة اقتصادية ومالية بالبلد الكبيرة وهالشي طبيعي عم ينعكس على المؤسسات التربوية تحديدا على المدارس لازم نكون في خطة وطنية يتلاقى طريقات لنتدارك إنه هالمؤسسات بالمختصر تتحلل أو ما تعد موجودة لأنه بعدنا لليوم تقريبا من ثلاث سنين لهلأ عم نلاقي حلول وقتية عم نلاقي مثلا دعم محدود بس ما في المؤسسات على المدى الطويل الضلمشي هيك يعني اليوم ربما الموظفين والأسادزة والتربويين قبلوا مثلا على سنة مثلا ما أنه تكون معاشاتهم كتير قليلة قبلوا كل التحديات لكلها وجهنها بس ما فيهم يعيشوا هيك على المدى الطويل إذا ما بيتفكر بخطة وطنية كيف منها بدي أقول نخلص المؤسسات التربوية أكيد أنه مش بس نحنا كل المؤسسات التربوية في لبنان رح تكون الدمش إلا إذا في مؤسسات يمكن طبعة أكتر تجاري يعني هي بتتوجه لناس ماديا كتير قادرين وقدرين يطلبوا أقصات كتير عالية تقدروا يدفعوا نفاقات بس هذه ما بتتعمم الحالة لأن معظم المدارس وسواء الخاصة أو الرسمية مدارس المجانية أو شبه المجانية معظمة سكر يعني كان ناطرين هالأزمة لحتى مثل ما بيقولوا تطفح الكال لناحية المصاريف اليوم حضرتك ذكرت أنه هالثلاث سنين كانوا صعبين شو هي التحديات اللي واجهتكن يعني نحطينا قدام نظام العلم عن بعد بالوقت يلي كتير من المدارس ما كانت محضرة لا لناحية الأسادزي أو لناحية التلاميذ أو ناحية الإدارة أو كذلك الأهل كيف هالثلاث سنين قد يطوها ولنشوف من هلأ ولبعدين كيف بدنا نعمل إذا بتسمحيلي رح بلش فيه منصر تاريخي لأنه فيه فيه تاريخ معين تعرفي أنه خريف لـ 2019 كان خريف غريب عجيب بالبنان يعني كنا نبلشين المدرسة ما صارنا تقريبا شهر وابتدت أحداث 17-26 سكرت المؤسسات نقطعت الطرق بتعرفي الحديث بالسياسة كان كتير حامي أول تحدي على قليلة على مستوينا كيف نحيد المؤسسات التربوية عن كل الصخب اللي عم بيصير لأنه تعرفي مثل كل مؤسسات كبيرة فيه آراء متعددة فيه حساسيات متعددة فإذا كان أول تحدي وبفتكر نجحنا فيه بقينا فعلا على حياة بكل اللي صار بدون ما يكون عندنا رأي لمع ولضد وطبعا احترمنا رأي كل الأشخاص وكل الأهل وحتى الأساتذة يعني بخياراتهم هيدا أول تحدي ما طول هالتحدي مثل ما حضرتك تعرفي إنه هالأحداث اللي صاري تغطت مشكلة كتير كبيرة وأنا برأيي ما عم ينحكي عنا كتير وهون في مشكلة هي إنه الناس كانت على الطريق عم بتطالب بوقف الفساد أو عم بتعمم تهمة الفساد على الجميع بالوقت اللي الأموال بالمليارات عم تمسحب من البنوكة البنوكة مسكر علينا يعني نحنا مؤسسات تربوية أول تحدي إنه وفجأة ما عد عندنا مصاري يعني نحنا عنا مسؤولية اجتماعية تجاه الأساتذة تجاه الموظفين فجأة ما عد فينا روحة البنك يعني كنا عم نعرف وطبعا هلأ المعلومات تقريبا اكتملت إنه في كتير يعني بيحكوا بـ 8 مليارات انسحبت بهالفترة أول فترة اللي بنوكة مسكرة انسحبت المصاري الناس اللي بدي أقول عاديين مثلنا راحت مصرياتون وبعد ما بدي أقول هالواقي عم بجرر لليوم يعني هذه واحدة من التحديات ما طولت المسألة وبعدين فتنا مثل ما بتعرفي حذرتك بقصة الفيروس وهون ربما كنا من أول المدارس يمكن مش بس بلبنان كنا مستعدين كنا مهيئين الانفرستركتور تبع المدرسة من ناحية الانفرماتيك ده دغري نطلع أونلاين وإلى حد بعيد نجحنا بهالاختبار هلأ أكيد إنه كان حل التعليم عن بعد متل ما بيقولوا أحسن من ماشي بس هيدا مش تربية بما أنه نحن مدعوين تنحكي تربية ليش مش تربية لأنه ما في شي بعود عن العلاقة الإنسانية بين بين الأستاذ وبين التلميذ ما في شي بعود عن الحياة الاجتماعية والإنسانية لتلميذ بيعيشها مع أصحابه بالصاف وبالأتكار يعني وبعدين أثرت مثلا في كتير أسادزي عم يتشكوا وإدارات مدارس إنه التلميذ هالسنة ما بيشبهوا شي بيعرفوه هل هالثلاث سنين يعني مهمة العلاقة الإنسانية بس كمان هالولاد ما عادوا حاسين إنه هن بمكان بدون يحترموا الجلوس النظام صار بدون نظام عم بيتابعوا الدرس عن بعد عم تدفعوا حقها هلأ مثل باقي المدارس تألك الحقيقة أنا يعني من النوع اللي ما بلوم التلميذ على شي أنا بيعتبر إنه التلميذ عامة بلبنان هن ضحية واقع إنساني واقتصادي وسياسي هن مزنبون مباشرة فيه بس طبعا هالقعد بالذات طبعا هلتعلم عن بعد تعرف إنه أغلبين التلميذ يمكن كانوا يتعلموا هن نايمين بعد صح وما فيه لا قعدة ولا ترتيب ولا شي اتعودوا على الفوضى يعني نحنا لما رجعنا من بعد فترة الكوفيد على المدرسة كتير تعذبنا وهالشي السن الماضي أخذ كل السنة تنردهم للانتظام المدرسة ونحنا عاملين حساب إنه بعد هالسنة بحاجة تنرد التلميذ للحياة المدرسية العادية لا أثر على التربية أثر على بد أقول على الأخليئيات العامة أثر على مستوى التعليم صحيح نحنا أمننا كل شي عن بعض وصحيح إنه حفظنا إلى حد ما على المستوى بس نحنا منا راضيين على المستوى بالتعليم عن بعض أبدا بس هيد الحالة بكل العالم مش بس عنا بس كنتم هيئين نحنا كنا من المؤسسات الكتير يعني استلقاينا الضرب بسرعة لأنه كانت كنا عم نخطط لنعمل أفراء ستركتور بالمدرسة لهذا الشيء وإشت الأزمة كنا حضرين يعني أخذ مننا قرارين ثلاثة تجهزنا المدرسة ومش الحل تاب اليوم وضع الأساتذي يعني عم بي في صرخة من الأهل أنه الأقصات بالدولار الأقصات المرتفعة في ناس يعني موجوعة ومتل ما حضرتك ذكرت بير أنه المصارف سكرت أبوابها ما عم تستقبل حدا كيف ممكن هالأهل يوفقوا بين هيدا الطلب كيف المدرسة ممكن يتوفق بين معاشات موظفين أو أساتيستا لتمنعهم من الهجرة ولا يقدروا يكفوا هني يومون ويجي علموا أولاد وراسهم مركز على المضمون أكتر منه على كيف دوا يمرق نص الشهر حتى مشكله أكيد أنه السؤال بتشعب إذا تسمحيني بس إخد وقته تقلك ليس بتشعب أول شغلة في عنا مشكلة عامة باللبنان النظرة دايما للمدارس هي بكتير من القوات نظرة إلى حد ما تخوينية بمعنى أنه بفكروا أنه المؤسسات المدرسية هي مؤسسات معمولة بيزنس تتعمل مصاري وبالتالي أوقات بيننظر للمدارس أنه بيقولوا أنه المدارس بلى قلب أو عم يأخذوا كتير من الأهل أو ما عم يدفعوا أقصات الحقيقة أنه الواقع بأغلبية المدارس كتير معقد لأنه متل ما بتعرفي حضرتك وهيدا شي بدي أقول علم هيدا يعني مش عم بخترع البرود اليوم مدخيل المدارس بلبنان هي جاية من الأهل عامة نحن ببلد الدستور بيقول أنه التعليم إلزامة وبيلزم الدولة بالتعليم بس كل المدارس الخاصة ما عندها ولا مدخول من الدولة أو من أي شيء تاني إلا إذا بيجيها يعني مساعدات بس المدارس بدأ تقوم بحالة هلأ كيف بتقوم بحالة؟ عامة هن الأهل اللي بيدفعوا الكلفية وهالشي بيرتب على الأهل أعباء هلأ الأهل أوقات مش دايما شوي بيزيدوها مثلا حضرتك شفت كيف الأسعار كل شيء في لبنان عم يغلع كل شيء كل شيء يعني كل شيء نضرب بعشرين حتى بثلاثين أوقات ببعض الأحوال طيب لما المدارس مثلا بتجرب تزيد حتى عشرين بالمئة بيكون في ردة فعل كتير عميفة إنه ايه عم ياخدوا مصاري وكيف في حساسية بتتعلق بالمدارس هيدا بده وقته وحد يحللها ونشوف بركب يعتبروا إنه لأن مدارس تاب على مؤسسات دينية يمكن مفروض الكنيسة أو الجهة الدينية المعينة تساعد يعني هيدا واقع كمانا موجود إنه بيقولوا وين المصاري؟ لأما بيساعدوا أولادنا ما يطلعوا من التعليم؟ إذا تسمحيي لأيلك أنا على معرفته كثير من المدارس الخاصة ويمكن اللي عندها ناحية دينية أو مرجعية دينية ما في مدرسة بالبنان إلا ما بتساعد كثير يعني أنا مستعد أعطيك أرقام مع إنه ما لازم واحد يحكي بأرقام لما بيحكي مساعدات كل المدارس بتجري بتعمل مجهود بس بتعرف إنه حتى المؤسسات الدينية يمكن المؤسسات الدينية متل ما بتعرفي حضرتك ربما غنية بالأراضي أو ربما غنية يعني بالريل ستايت باللمون مش منقول يعني بس إنه مش معناتها إنه هالمؤسسات عندها مصاري وحتى لو كان عندها مصاري بده قول بالبنوكة طارت يعني المؤسسات الدينية تقذت متل أي مؤسسات معادة موجودة وبالتالي يعني تنقول إنه المؤسسات الدينية بتسند المدارس نعم إلى حد ما بس مش بالطريقة اللي ناس تتخيلها لأنه في عدد كبير يمكن من المدارس تابع لقلة وما في عدد بس أنا رح أعطيك رح أعطيك تبا نحكي هيك عموميات رح أعطيك حالة واحدة بتعرفي في شي بالبنان بيسموه مدارس مجانية هو بالواقع مدارس نصف مجانية يعني الأهل بيدفعوا قصم والدولة بتاعتي قصم رح أعطيك رأم يعني اليوم ممنوع عليك تزيد على الأهالي بهال مدارس قصد الأهل مطلوب منه نيدفعوا شي مليون ومئة ألف والدولة تقريبا نفس الشي بس الدولة صار لها ست سبع سنين ما عم تدفع تب هاي دي المدارس كيف بده تمشي اليوم مليون متوخزيني ما بتعبّل أستاذ ما بيقدر يعمل يفوّل سيارته يعني كيف بده تمشي دراسة ولد على سنة يعني بفتكر فيه نوعا ما عقلنت هالشغلة بالبنان يعني مطلوبة وأكيد مطلوب شفيفية لأنه ما عنا بما أنه عم نحكي تربية ما عنا تربية على الشفيفية يعني لازم الناس تطلع على الأرقام تشوف مؤسسة تربوية كانت صغيرة ولا كبيرة شو بتكلف فعليا؟ يعني فيه فوتير فيه عمل محاسبة فيه قدت إلى آخرين هل يجين الأهل فعلي ناشطة بتشتغل؟ يعني يمكن هيدا دور شوي يعملوا هالجسر التواصل بين الإدارات والأهل اللي يفسروا ليش عم ينطلب هالمبلغ أو ليش انزادت الأقصاد؟ يمكن فيه صعوبة أحكي عن كل يجين الأهل أنا بحكيك عن اللي أنا بعرفه ليهن لجنة الأهالي بمدرسة سيدة الجمهور وبالقديس جريجوريوس سان جريجوريلي هي نفس المؤسسة نحن مع الأهل عامة ما عنا مشكل يعني الأهل بيطلوا على الفوتير بيطلوا على التفاصيل نحن منفرجيهم كيف عم يتوزع يعني كيف عم تتوزع المبالغ وبعدين هني بيعرفوا أنه لو ما المدرسة ناشطة مثلا بمجال الفاندريزين يعني المدرسة لمق التبرعات لمق حقيقة ما تمشي وأنا في أعطيكي مثل على السنة يعني مثلا السنة بالمدرسة مثل كل المدارس طلبنا من الأهل مساهمة بالدولار لنقدر نعلم عاشات الأساتذة بنسبة 20% دولار 20% فرش دولار نعم هايدي العملية تنعت للأستاذ 20% دولار فرش رتبت أعباء على المدرسة بحدود الأربع عمليين أربع عمليين ونص الأهل رح يدفعوا منهم مليون وثمين مية وعلى المدرسة تجيب البيئة وكيف ده تجيب البيئة مش رح تجيبه من الأهل رح تجيبه من الناس اللي هني بيوصقوا فيها يعني أنا مثلا كمو دير مدرسة بقبضي قصب من وقته بلم التبرعات وبالسفر وبالدقدق على البيب وبتلاقع مع ناس وأنا مثلا شخصيا ما عندي مشكلة فرج الأرقام للناس ولو الناس بتشوف الأرقام بتعرف قدي المؤسسات كتير مسألة تصعبية أنه تندر هلأ هايدي حالة خاصة ممكن تقوليلي المدرسة الجمهور ليجين الأهل ما عندي مشكلة بس بغير مدارس ربما في مشاكل أكيد في مدارس كتير في مشكلة لأنه ما بقادرين الأهل يعني هالمشكلة اللي صارت على المصارف صارت على الجميع على الجميع اليوم بير باتور اليوم نحنا قدام ورشة جديدة لتعديل المناهج يلي إليها 25 سنة ما طالع التعديل بسبب كل هالأمور والأوضاع يلي مرأنا فيها اليوم المنهج الجديد بيحتاج لكتير شغلات اليوم الطالب اللبناني ليقدم على الفحوص يلي بتنعمل لينقبل بجامعات بره صارت تحدياتها أكبر كيف حضرتكن كمدرسة مستعدين تواكبوا هيدا الشي شو اللي بتريدو من هالمنهاج المتطور وهون إذا بتسمح لي افتح حلالين وكون شوي شريرة يعني صحيح الجمهور مدرسة من أهم طلاب بالعالم بس يؤخذ انه شوي للنخبة انه كتير بتركز على المضمون العلمي وين دور النشاطات وين دور الترفيه الفنون المسرح الرسم الموسيقى وغيرها وهل ناطرين المنهج الجديد هيك مثل يفتح الكنطاقة على هيدا الشي نعم رح جرب جاوب على السؤال بالحقيقة نحنا منا شو بقوله نخبة بالمعنى النخبة اجتماعية انه نحنا اذا بتجي بتعيش معنا بهذه المؤسسة بتشوفي انه الناس اجتماعيا كتير مخلطين يعني ولاد شوفر الأوتوكار قاعدين بالصف مع ولاد يمكن ممكن يكون وزير أو نيب أو حتى أكتر من هيك فنحنا أكيد نطمح انه نكون نخبة تربوية ونخبة سقفية ما بدي كذب عليك أكيد وإلا ليش عم نعمل مجهودة المستوى يظل منيح هلأ كيف منعرف المستوى نحنا عنا مئيس عنا طريقة مئيس فيها اللي هو البكالوريا الفرنسية يعني اليوم لما بعد آخر عشر سنين بمدرسة الجمهور ما عنا تلميس سقط بالبكالوريا لما منقاري نتيجنا مع أفضل المدارس بفرنسا ومنطلع نحنا أعلى من المويان السنين كانت أكتر نسبة اللجح بالبكالوريا الفرنسي صحيح ومش نحنا بس يعني كتير مدارس أنه عندهم هالمستوى فإذن بالنسبة للمستوى بعد ما رغم كل ظروف الصعبة إذن نحافظ على نوعا ما على المستوى هلأ بيبقى شو مننطر من التغييرات اللي عم سير أكيد في إشي كتير مننطرها يمكن ما عندي وقت توسع بس رح أقول شغلتين ثلاثة ما في شك أنه الفنون لازم تكون حاضرة أكتر وهالشي مثلا حاضر بالبكالوريا الفرنسية حتى لو ما كان إلزامي بس اليوم بالبكالوريا في مسرح في سينما في تصوير في رسم في كتير نواحي ونحنا بنعملها هلأ أنا بشوف أنه المناهج الجديدة لازم تهتم باللغة العربية لأنه اليوم أنا عندي رأي شوي نافر بالموضوع أنا بقول لهم اللغة العربية النحوة صارت لغة ميتة بالنسبة لتلميذنا عالمهم اليومي ما في عربي يمكن نحنا أنا من جيل الحرب نحنا ربينا نسمع أخبار ربينا على النحوة كان تليفزيون لبنان بوقتها ما في غيره نحضر برامج بالنحوة اليوم هالولد وين عم يسبع نحوة إلا بساعة القواعد أو بساعة العربي اليوم اللغة العربية هي اللغة الرسمية أنا برأي بخطر فعلي وبعدين في نوعا ما نفور مننا نحنا ناطرين نتعرف شو كيف الوزارة أو الناس اللي عم يشتغلوا على برامج العربي كيف حيقدمونا اللغة العربية بشكل جزيلي يعني يكون لغة حية أكتر يشعر التلميذ أنه مش بس يعني صف القواعد أو صف العربي معزول عن ويعه بس بالعالم العربي في لهجات ما منقدر نفهمها وهون يعني من فترة كانت سيدة ماجيدة الرومي قدمت بالسعودية المملكة العربية السعودية مهرجان الأغنية باللغة الفصحة نعم يعني هايدي الأمور بلاقيها حلوة وإيجابية أنه بالفن عم نقرب هاللغة يلي هي الجامع المشترك وإلا إذا بنا نتكل على اللهجات ما منعود نعرف نشتغل بولا مكان صحيح هايدي معضلة يعني بتخص العرب كله لأنه بتعرفين لأنه اللغة العربية لغة كتير قديمة ومن اللغة الرئيسية بالعالم وحتى سقفيا هي لغة إلى أهميتها السقفية وحتى الدينية والحضرية إلى آخرية بس المعضلة إنه الناس بالحياة العادية ما بيستعاملوها كنا بأيام كنا نحكي اللهجة يعني اللبناني اللي هلا عم نحكيه بالمقابلة بس كان فيه مع هيدا كتير إشياء بالنحوي اليوم هالإشياء منا كتير موجودة بعالم أولادنا وإذا بتحكي معهم حتى الناس اللي ربيانين مثلا ببيئة ما فيها لغات يعني ما بيحكوا إلا لبناني في نوعا ما نفور من اللغة وهيدا بفتكر إنه لازم يكون هم تحمله الوزارة والدولة لأنه برجع بقول إنه اللغة العربية هي لغة ثقافة وحاملة ثقافة وحضارة كتير مهمة ما منخطي شوي الأهل بير لأنه بالبيت ما منحكي مع أولادنا باللغة العربية نحكيهم فرنسي أو إنجليزي لأنه ما بعرف منفكر حالنا يمكن أعلى درجة بالوقت يلي عم خسرون لغة وهيدا الشي بيدل على إنه لأ مش أعلى درجة أبدا بالعكس هيدا الشي ما بيسوى وما بيجوز كتير أنا بلاقي أهل بقلولي هيك بكل فخر إنه أولادي ما بيحكوا عربي أنا بيزعل شو ما بيحكوا عربي؟ يعني معقول تتخيل فرنسيوي بفرنسا بيحكي ألماني ما بيحكي فرنسي يعني هيدا الشي بيصدم نعم شوية بتعرفي هيدا جاي يعني الموضوع شوية معقد لأنه جاي من عقدة نقص عن بعض اللبنانية بالاحتكاك مع العالم الغربي فهموا بطريقة لواعية أنه كل شي غربي كل شي فرنساوي أو إنجليزي هو إنسانيا أفضل وأحسن بقى هني تترقوا إنسانيا بيجربوا يعملوا هالشي مع ولادهم أنه إحنا ما بنحكيهم إلا فرنساوي أو إنجليزي بس هيدا عقدة للحقيقة إنه إنه نحنا كلبنانية تاريخيا عمرنا ما حكينا لغة وحدة وفيه يرجع بالعصور لكتير لورا نحنا كل عمرنا بولي جلوت إذا بدك نحنا كل عمرنا ما بدي أقول إنه يعني نحكي كل لغات منيح بس نحنا متعددي لغات وحتى السقفات يعني ما ننسى إنه اليونان كانوا عنا والرومان كانوا عنا وإلى آخره والأتراك كانوا عنا وكيف لك كان الأرامي كيف لك كان الفينيئة والأرامي يعني نحنا كل عمرنا ما بنحكي لغة وحدة اليوم بعض الناس وأنا بسمح لحالة أقولها يعني بكلمة حبة فيه نوع من جهل لما الأهل بيركزوا على لغة بسا أجنبية وبيخلوا الولد نفسيا مقطوع من الإطار تابعوله نحنا بالأول لبنانية ونحنا مثلا أنا بيقولك عن مدرسنا نحنا بنرفض هالعالية ونحنا بنقول للأهل نحنا بدنا إيهن قبل كل شيء لبنانية وطبعا بس بدنا منهم يحكوا فرنساوي منيح ويقدموا الاس اي تي ويعملوا الإنجليزة منيح وليش لا وهلا عنا صيني قريبا وعنا اسبانيولي الانفتاح على غير اللغات يكون حقيقة لازم واحد يكون مرتاح بلخته وكل تعلم للغة أجنبية اللي مش قايم على بالأول واحد يكون متمكن من لخته أنا بيراقي بيخلق شخصية ملتبسة تما أقول يعني إلى حد ما مرضية نحنا بالأول لبنانية ونحنا فخرين فيها عكس اللي عم ينحكي اليوم وكل هالخطبات بالإعلام اللي بتهدئ كيف بدي أقول بتخفف من عزيمة اللبنانية سمعي من عبكرة لعشية ما بدي أقول شيء كلمة إيجابية عن بلده وكأنه لبنان فجأة صار بلد ما بيسوى صحيح لنا مشاكل وصحيح لنا إشياء بدي تغييره صحيح بالسياسي وبغير السياسي لازم يصير في تغيير بس ما لازم هالقد هيك تصير هويتنا اللبنانية هالقد خفيفة يعني أنا بعتذر أقول أنه في ناس ماتت لأن إحنا اليوم نكون عم نعمل حتى هالحلقة مزبوط يعني كيف عم نكرم شهدائنا وشهدائي بلادنا وشو المعنى اللي عم نعطي لموتهم لشهدتهم ومش بس هيك يعني اليوم بيقولوا من ركائز البلدان أو الرقي هي النظام التعليمي بعده نظام التعلم بلبنان من الأرقى والنتيجة هي طلابنا برا يعني حضرتك بتعرف في كتير من تلميذ الجمهور وقتا راحوا على جامعات برا أبدعوا وبعدهم لليوم يعني أنا بيصيروا بيقولوا للنظام ما بيسوى لا ولا عملت مقارنة مع مدارس برا بدول محترمة بتلاقي بعده نظامنا على الرغم من كل مصايبنا لأنه في ناس مقررة تمشي حكينا عن اللغة العربية يلي ننطر من المناهج أو حضرتك بتريد أنه يتم تسليط الضوء عليها شو عن الأمور الثاني يلي بتعتقد بيحكم خبرتك بالمجال التعليمي أنه نحتاج إلى أنه يكون عنده فصحة أكبر بالمناهج هلا ما في شك أنه مثل ما تفضلت حضرتك وقلت بالأول يعني أكيد لازم يكون فيه اهتمام بالفنون يعني الفنون على أنواعها بدون ما يفوت بتفاصيلها لازم يكون إلى محل بالمدرسة وما تبخزيني على التعبير ما لازم تكون ذكار يعني اليوم مش كل تلميذ لازم تكون كتير شاطرة بالماتماتيك وإلا ما بيكون تلميذ ومش كل تلميذ شاطرة ما بعرفني بالأداب ولا ما بيمشي الحال في المواهب متعددة ومتل ما بيعرفي حضرتك الزكا متعدد الزكا العلمي هو نوع من الزكا بس الإنسان زكا متعدد الجوالد ومتمنى أنه المناهج الجديدة تخد بعين الاعتبار يعني بفتكر أنه في كتير دول أكيد سبقتنا بهالشي يمكن منحكي عن النظام الفرنسوي لأن أكتر شيء منعرفه بشوف النظام بسنجابورة شوف النظام بفنلندا بكتير دول كتير عم بيركزوا على شيء مثلا من إحنا عندنا شيء ما كتير حاضر لأنه هي المهارات اليدوية ومعرف إذا بتعرفي في إرلندا الولاد بيقضوا وقت بالحراش وبيعمروا وبيشتغلوا باليابان التلميذ بينطفوا حماماتهم ما عندهم شركة نظف مثل مدرسنا كقال لك أدا أنه في كتير إشياء ممكن يتفكر فيها للنظام اللبناني ما بتخافي يصير فيهو أكتر بين النظام التعليم الخاص والتعليم الرسمي بظل الكارسة الاقتصادية اللبنانيا وعالميا يعني إذا بتشوف بفرنسا وبأوروبا اليوم تعديل ساعات الإضاءة والتدفئة وغيرها من الأمور بتحس أنه الوضع منه مطمئن مش بس هون إقليميا وعالميا كمان صحيح لأنه المشكلة اللي عم تصير بأوكرانيا واللي هي مشكلة كبيرة لليوم نحنا مش عارفين الأمور كيف رايحها ومش عارفين هالضغط العسكري والاقتصادي شو بده يعطي؟ اللي أكدين منه أنه أسعار النفط بالعالم عم تطلع اللي أكدين منه أنه في مشكلة طاقة كبيرة بكل بلد العالم اللي أكدين منه أنه في تراجع اقتصادي هل هالشي رح يكون وقته قصير ولا وقته طويل هيدا اللي ما منعرفوه وهيدا أكيد بده يزيد على تحديات اللي هي كتيرة أصلاً باللبنان يعني هيدا بده يزيد إذا بدك تحدياتنا باللبنان مشان هيك لازم نكون مستعدين أنا بحب صورة أنه القطاع التربوي بده حدا يخلصه لأنه ما فيه يضل بهالحالة يعني إحنا كل شيء وقفين على سوس ونقطة كل شيء عم نرقع تنقطع الأيام حلول آنية بس ما فينا نكمل هيك لازم يكون فيه خطة خطة تحمي القطاع لازم الدولة تعطي الأولوية ما بعرف إذا نحنا متدفقين عم بحكي على الدولة يعني مين الدولة؟ نحنا لما منسيب فيها من عبكرة لعشية لما مننتبه لو عم سيب بحالنا ما هي الدولة نتاجنا إذا كانت فاشلة نحنا الفاشلين وإذا كانت هالدولة فاسدة نحنا الفاسدين هذا اللي نسيناك كمان أكون يولى علينا كتير هاي نقول عن حضرتك أنت فاسدة بعمل أصبعي بس ما بنتبه أنه عم بقول عن حالة تمام ما نحنا منتشارك بكل شيء فإذا نحنا بهال بهالوائعة بقولنا لازم الدولة تعطي الأولوية للتربية لأنه صحيح أنه عنا سروة غزية ربما ما بتدقدر وهلأ في خلاف عليها ونتمنى أنه نوصل لشيء لأنه رح رح تعزز الوضع الاتصادي ورح تنشلنا من اللي نحنا فيه بس نحنا أهم سروة عنا إياها عقول أولادنا مثل ما حضرتك أنت عم تقولي لما بتروحي على البلدان العالم بتشوفي تلميذ اللبنانية بأي جامعات عم يشتغلوا بأي مناصب على مستوى فردي بتنقذي بتقولي يا عمي كلها الطاقة اللي عمنا إياها بالاختراض ليش ما بتتجيش ليش فشلنا نشتغل سواء في لبنان وهلأد نجحنا واحدنا برا فردي لأنه العقلية الفردية يعني أنا بظل نقلهم أنه الايكيو بالبنان الفردي أعلى من المستوى العالمي الايكيو الجماعي بالبنان تحت الصفر وهيدا شي نظام التربوي لازم يفكر فيه جدية والمدارس شو دورة؟ إلا دور كتير كبير طبعا كيف منعود تلميذنا يشتغلوا مع بعضهم كيف منعلم تلميذنا يحترموا خلافاتهم كيف منعلم تلميذنا منقدر بيجو التنافس الموجود يعني في بعض المدارس يلي بتدفش لا يلا الأول الأحلى الأفضل هيدا الجو بيقدر يعزز العمل المشترك؟ نعم لأنه ليكي ما فينا ما ندفش التلميذ إنه يروح للأحسن هيدا طبيعة المدرسة ويمكن طبيعة الحياة هيك بس مع هيدا بده يكون فيه شي تاني مع هيدا فيه بالمدارس مسؤوليتها تعمل تضامن بين التلميذ مسؤوليتها تعطي الإحساس الاجتماعي تعطي إيمي للي عم بيصير حول المدرسة يعني التلميذ مش بس كتاب ماتيماتيك أو دفتر قواعد التلميذ كمان جاره اللي عنده مشكلة التلميذ كمان في ناس حده ربما بده اهتمام التلميذ كمان نظافة حيه مسؤوليته تجاه الطبيعة قدين إحنا عايشين ببلد يعني ما بعف إذا عارفين إحنا هلأ أنا وإنت عم نتنفذ كل دخان المطيرات صح نحنا مش عارفين كلنا بأي خطر موجود حودي ثلاث سنين كاسي بس هيدا مسؤوليتنا الجامعية ما حدا يقول للتاني الحق عليك الحق علينا كلنا صح يعني بدي حيه تفاقلك شوي مضطرين نكون متفاقلين ايه أبونا ما عمنا خيار اللي بيشتغل بالتربية ما فيكن متشاقن ما فيه ما له حق وحلو هالروح يلي عندك هيك ولبنانيتك الحقيقية يعني بتحمس حدا اللي عم يسمعونا انه انه اي نحنا كلنا بزات المطرح يعني يا ما نقوم كلنا يا ما ما نقوم كلنا وإن شاء الله لأ إن شاء الله رح نقوم لا لازم نقول رح نقوم تنقوم متفاقل بمكان الماء أنا متفاقل أنا متفاقل أكيد وبرجع بقلك يعني عندنا مسئولية جاه ولاد صغار بدي أقول حدا بتكئمه وبتفهم علي ما إلي حق اطلع احكي مع ولده وهبط له عزيمته وقل له بلدك ما بيسوى ودولتك ما بيسوى صح وما إلك أمر روح ضب إغراضك وفل عم نعمل جرم بحق مجتمعنا عم ننتحر يا مدام تعرف شغلي أمونة أنا بحس يمكن أنه رسالتنا أنه نكون خميرة بالعالم صحيح وين ما بروح بلاقي طبيب لبناني بارع مهندس لبناني بارع يمكن هاي دورنا يمكن هاي الرسالة أنه نعلم هالولاد ونبعثهم عالدان الكبير اللي بيرجع بيرجع واللي بيلاقي مطرح وبيلاقي مطرح أصلا لبنان بقى شي ساعنا نحنا كتار إذا راحوا لبرة ونجحوا هاي دا كله بيرتد علينا ليش لا ناس عتلين هام شبابنا عم بيفلوا يفلوا ينجحوا برا ونحنا نشت حالنا هون بيرجعوا مظبوط مظبوط رئيس المدرسة مدرسة سيدة الجمهور المدرسة المتفوقة يلي اسمها بكل العالم بفضل طلابة اللامعين الأب شرب البتور بيسعدنا أنك كنت ضيفنا وصلتنا الضوء على هالأمور وقلت الحقيقة مثل ما هي اللي إلك وإلي عليك وهالحماس اللبناني اللي عندك شكرا كتير لوقتك ولبح حضورك بحلقتنا بدأت شكر فريق العمل بالتلفزيون التربوي بدأت شكر حسن متابعتكن ومتل ما إلنا نركز على لغتنا الأم ننبسط فيها ونفتخر فيها هاي دي جزورنا متل ما قال الأب قبل شوي إنه نحنا أكيد منحكي لغات ومطلوب مننا نعرف نتواصل مع الجميع من حولنا ولكن دون أن ننسى الجوهر يلي هو جوهرنا الحقيقي وبندون أنه نهشن بوطننا لأنه نحنا سوا بهيدا المحل تعو نحكي تربية بالتربية دايما فيه خلاص بدأت شكر حضوركن بدأت شكركن وين ما كنتوا عم بتتابعوا هيدا الحلقة شكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر